مع السيزيام اليوم ما ننسى هو بشوليدات نصغار أكثر من 56 ألف تلميذ وتلميذة يلتحقوا اليوم الصباح بالمدارس متاحهم وين بش يعديوا امتحان السيزيامك في التفاصيل في هذا التقرير تنطلق اليوم الاختبارات الكتابية بالمدارس الأعدادية النموذجية السيزيام وتتواصل إلى غاية يوم 17 جوان ويتم الأعلين على نتائجها يوم 30 من نفس الشهر عملية الإصلاح بشتم داخل سبعة مراكز موزعة على مختلف ولايات الجمهورية ويبلغ عدد المتر الشحين 56.438 تلميذ مقابل 52.954 تلميذ خلال السنة الدراسية الماضية ونجد من بينهم 50.811 من القطاع العمومي و5.627 من القطاع الخاص وحسب إحصائيات وزارة التربية يبلغ عدد الإناث من جملة المتر الشحين 30.538 تلميذة مقابل 25.900 تلميذ وتضم ولاية بن عروس أكبر عدد من المتر الشحين لجديز المناظرة هذه 4.294 تلميذ في حين سجلت ولاية تطوين أقل عدد من المتر الشحين 673 تلميذ وتعتبر مناظرة السيزيام فرصة لتنافس النخبة من تلميذ وتم التشدد في اختيار المواضيع وإسناد الأعداد ليكون النجاح للمؤهل أكثر من غيره للالتحاق بمدارس النوابغ لذلك يكون الطلب حسب تقد الاستيعاب المتوفرة بالمدارس الأعدادية النموذجية ولا يقبل إلا من يتحصل نهائيا في دورة النموذجي على 16 من 20 أو 15 فما فوق حسب الشغرة المتوفرة لذلك يشارك سنويا أكثر من 50 ألف ولا يتم قبول إلا 3 ألف تلميذ فقط وفي نفس المجال تجرى امتحانة ختم التعليم الأساسي أيام 19.21 جوان الجيري لدخول المعاهد النموذجية لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بها في السيزيام يا حاسر على السيزيام سي عمار ملعبت عديده بالسيزيام انت ذول بطبيعة عديده فرحة العائلة أول فرحة في الدار هذه الفرحة لولا ولا زالت في الحقيقة ولو تراجع القيمة على الامتحان هذا ما زال أهالي شعب التونسي حبي يسر القراية ويستثمر في القراية وخاصة في المناطق المهمشة وين ثم فقراء وين ثم لهفة على القراية لأن القراية كانت مصعد اجتماعي ولكن ثم توا مشكلتها البتال على كل حالة أنت من النجاح والتوفيق للتلامذة والشكر الكبير للمربين لأنه روا تعليم أساسي والثروة متاع تونس في حقول بناتها وولادها والله خليتني نذكر مناظر شفناهم ومشاهد تعبات تعمل ثمانية وتسعة كيلومتر في الطبيعي وفي البرد وفي الوديان وشق ووديان وولاد صغار تلقاهم وفهم مشكون ينمدوهم في كمين وأمهات وأولياء وحتى مربين زادا يقريوا في الجيد يعني هذا ربما جمالية هذه الامتحانات في تذكر مجهود هالناس الكل باتبيعة الحال والتلامذة ثم جزء مهم منهم مازال يشقى ويتعب لحد دواب ثم مدارسها مازالت ستة وسبعة كيلومتر وثم مدارس مفياش الماء وثم مدارس مفياش المقعب وثم مدارس مفياش المقعب وثم مدارس فيها عودة لأمراض معناها انقرضت راو مع الستينات وثم حكومة تتلعب يحكونا للمدرسة وكل تلميذوا طابلاتها تقول تلميذ مش لاقي بش يشرب الماء تينا من جهة يأكلها الدمار والفقر زنوش قرية صغيرة معناها هم ودمر تينا حتى هو مدارسها وهذا في الشمال الغربي في تونس حتى لنا ولكن الناس يجب أن تشد صحية في القرية تشد صحية في القرية على الأقل يولي العالم أرحب وتولي الناس تعرف تفكر وتولي الناس ربما نعار أخر تستميت من أجل حقوقها ألف كل الحظ يعني بالحق نقولولهم إن شاء الله مفقين لكل هالوليدات الصغار التحاقوا إن شاء الله بالمعاهد النموذجية وإن شاء الله يعود البريق أكثر لامتحانات الوطنية